شرح الأحداث التي حدثت بصفتهم هم اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء فشرحوا لنا بعض الأحداث التي حدثت نعم هناك انتهاك صارخ وصريح من قبل الحكومة التركية إلى أراضي إقليم كردستان والضحايا الأبرياء ذهبوا رغم أن الحكومة التركية نفت هذه الأمور لكن هناك موضوع مهم جدا نحن كبرلمان نرفض رفض قاطع وجود الجانب التركي على أراضينا العراقية وليس الجانب التركي فقط الإيراني وأي دولة أخرى لاعتداءات مرفوضة لكن هذه الاعتداءات لديها أسباب واليوم أيضا نذكر هذا الموضوع في الجلسة هذه الاعتداءات لديها أسبابها أولا وجود البككة في هذه الأراضي اليوم البككة كانوا عبارة عن مخيمات بسيطة في مخمور اليوم انتشروا بأجزاء كبيرة في إقليم كردستان وانتشروا في محافظة نينوة بعشيقة مخمور سنجار السيد القادة الأمنيين يعني منهم فريق يعني رئيس أركان الجيش قال بأنه نحن كحكومة اتحادية لا نستطيع أن نفرض سيطرتنا على إقليم كردستان يعني هذا القاطع هو ضمن قيادة إقليم كردستان فبالتالي هي فأنا يعني بدوري من محافظة نينوة أجبته أنه يا سيادة الفريق حضرتك ما تقدر تفرض على إقليم كردستان ليش أنت فرضت على سنجار مثلا؟ أنت فرض على بعشيقة مثلا سيطرتك أنت فرض على مخمور سيطرتك بصراحة الحكومة الاتحادية عاجزة عن مواجهة الفككة في سنجار في مخمور في بعشيقة هناك مواقع وهناك تنظيمات هناك أجنحة مسلحة من الفككة وهي داخل القوات الأمنية وتستلم رواتبها من الدولة فبالتالي طبعا من الصحيح ومن الأكيد أن الحكومة التركية ترى هذا الجانب انتهاك ولدينا مادة صريحة وواضحة المادة الثمانية لا تتيح استخدام أراضي أي دولة إلى مصدر للصراع أو للحروب بل هي تحث على حسن الجوار وبالتالي هذا انتهاك للدستور اليوم كان ضمن مداخلتنا أنه يجب إخراج البككة أولا ومن ثم إخراج تركيا نكون واضحين وصريحين اليوم قوات الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة الدفاع وجهات الأمنية ربما لا يملكون هذه الطائرات والغطاء الجوي والدفاعات الجوية لكي يدخلون في حرب وبالتالي علينا الابتعاد عن الحروب لأن الحرب هي ليست من مصطحة العراق ستجنب العراق وأقليم كردستان خسائر بشرية ومادية كبيرة نحن في غناء عنها البككة للأسف وأنا تكلمت هذا الموضوع في مداخلتي علنا البككة مدعومين من جهات سياسية هناك تدخلات سياسية في الموضوع إخراج البككة ليس صعب البككة ليس أصعب من داعش إخراجهم سهل إذا حدث تنسيق بين الجيش العراقي مع البيشمرقة وحكومة أقليم كردستان أنا متأكدة تطهير هذه المناطق من البككة سيكون سهل جدا إذا كانت الإرادة موجودة فالإخراج سهل لكن هناك تدخلات سياسية تمنع الحكومة العراقية من أخذ دورها الرئيسي الوطني في تنفيذ هذه الاتفاقيات لدينا اتفاقية سنجار مضى على عقدها 3 سنوات إلى 4 سنوات لم ينفذ بند واحد من اتفاقية سنجار بسبب التدخلات السياسية لدينا اتفاقية تشكيلي وائين مخمور لم ينفذ حرف واحد من هذه الاتفاقية بسبب التدخلات السياسية من بعض الأحزاب هناك أحزاب وجهات سياسية محسوبة على الحكومة العراقية هي من تدعم وجود البككة في العراق وبالتالي أنا من خلال قنواتكم والقنوات الأخرى هذه دريعة تستخدمها تركيا كلما قصفت أرض من أراضي العراق سواء كانت الأقليم أو غير الأقليم مثلا سنجار مثلا بعشيقة مثلا مخمور كلما قصفت هذه المناطق اتخذت دريعة أنه البككة موجودين إذن ما مصلحة العراق في وجود حزب يهدد أو منظمة إرهابية حسب ما صنفتها بعض الدول تهدد جارة وبالتالي هذه الجارة تطلق صواريخ على أراضينا العراقية الحكومة التركية هم أتراك ومنظمة البككة هم أتراك حزب العمال الكردستاني فجانبين تركيين عليهم أن يحلوا صراعاتهم ومشاكلهم خارج حدود العراق لا يحلوا صراعاتهم داخل حدود العراق والشعب الكردي والشعب العراقي يتحمل نتائج هذه الحروب اليوم عندنا قرى جرفت بالكامل بسببهم هجرت من مناطقها اليوم ضحايا تسقط مدنيين وأسكريين كل فترة الحكومة العراقية عولت على حرس الحدود بأن تكون هذه مهامهم وبالتالي ما دامت عولت على حرس الحدود إذن عليها أن تدعم حرس الحدود أنا تكلمت اليوم هي لا تعطي رواتب للبيش مرقة هي لا تعطي موازن للبيش مرقة ليس لديهم أي تسليح وبالتالي تطلب منهم عمل هي كحكومة اتحادية لديها أمن وطني واستخبارات وحشد ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعجزت عن أن تنفذ هذه الردات والهجمات في مواقعها يعني على سبيل المثال عندما مثلا إيران ضربت بعشيقة مثال أو ضربت الأقليم أو تركيا ضربت بعشيقة أو ضربت الأقليم أو السنجار هل استطاعت الحكومة الاتحادية أن ترد على هذا القصف؟ لا بالتالي إذن فهي تطلب شيء مستحيل هي تعجز عن تنفيذه وتطالب من حكومة الأقليم هي جزء بمعداتها جزء بسيط من هذه الحكومة العراقية الكبيرة التي تتكونها 18 محافظة تطلب منها أن تفعل شيء هي نفسها عجزت عنه اليوم ستشكل لجنة برئاسة النائب الثاني لمجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع وأعتقد ستضاف إليها لجنة العلاقات الخارجية وسيكون هناك تنسيق مع الأمنيين الموجودين في العراق والقيادات الأمنية في حكومة بغداد وأيضا سيكون هناك تنسيق مع حكومة أقليم كردستان وأنا سأقترح حاليا سأذهب إلى الجلسة سأقترح بأن يكون برلمان أقليم كردستان أيضا هو من يشارك في هذه اللجنة هذه اللجنة ستصدر توصيات تكون لجنة تحقيقية لجنة تقصي معلومات وبالتالي ستأخذ هذه المعلومات وتخرج برؤية مشتركة بنقاط هذه النقاط توصيات يصوت عليها مجلس النواب العراقي ومن ثم تنفذ إذا لم تعترض عليها جهات سياسية شكرا شكرا